حاريم السلطان هل ساهم المسلسل الأكذوبة في تشويه صورة العثمانيين والسلطان؟ المسلسل يحكي عن جانب من قصة السلطان العثماني سليمان القانوني الذي حكم من عام 1520 إلى عام 1566 ويسلط الضوء على تأثير إحدى الجواري وتعرف في النسخة العربية بـ هويام على حياة السلطان وقد شهد المسلسل حوادث كبيرة بما في ذلك قتل السلطان لابنه مصطفى دون سبب مقنع بلغ المسلسل شهرة كبيرة ودخل كل بيت عربي حيث جذب ملايين المشاهدين بفضل براعته في التمثيل والتصوير قدم المسلسل سليمان القانوني بصورة محب للشهوات والنساء حيث كان يقضي معظم وقته بين الحريم في القصر من أثر بشكل واضح على تصور المشاهدين عنه فأصبحوا يراه كشخص مغمور في اللذات ومنشغل عن هموم شعبه وبلا التالي فقد تعرضت صورتها الحقيقية التي عرف عنها من قبل لمأرخين ولمست الشرقين بلا الشجاعة والعدل ولا التقوى للات الشويه هذا التصور أظهر جانبا مشوها من حياة السلطان الذي كان يلقب بالسلطان العظيم والفخم والكبير من قبل العالم الغربي بعد عرض عدد من حلقات هذا المسلسل على إحدى القنوات التركية تقدم نحو ثلاثون ألف شكوى من المواطنين والمثقفين إلى المحاكم التركية مطالبين بوقف بث المسلسل لأنه يشوه جانبا كبيرا من تاريخهم وانتقد رئيس الوزراء رجب طيب طيب أردغان المسلسل قائلا إن السلطان سليمان القانوني قضى ثلاثون عاما على صهوة الخيل وعلى ضوء ذلك أدين منتج المسلسل وأصحاب التلفزيون الذي يبثه سلط المسلسل الضوء على قصة الحب التي نشأت بين السلطان وإحدى جواريه التي أصبحت فيما بعد زوجته وكان لها تأثير كبير في حياته وفي الدولة العثمانية بأكملها رغبت زوجته التي تعف في المراجع الغربية بروكسلانا الروسية وفي المراجع التركية بخرم وفي المسلسل التركي المدبلج إلى العربية باسم هويام في تهيئة الطريق لابنها سليم ليتولى الحكم بعد والده وقد عملت على ذلك مناخل للمؤامرات ساعدها في ذلك للصدر الأعظم رسط مبشا استغل الأخير فرصة سفر ابن السلطان مصطفى في إحدى الحملات العسكرية إلى بلاد فارس وأخبر كاتب السلطان سليمان بأن ابنه يخطط للتمرد عليه فلجأ السلطان إلى حيلة ذكية حيث غادر الخليفة على الفور إلى معسكر الجيش في بلاد فارس متظاهرا بأنه يقول الجيش بنفسه ثم استدعى ابنه إلى خيمته وقتله فور دخوله إليه وكان للسلطان ابن آخر يدعى جهانكير وتوفي بعد وفاة أخيه مصطفى بفترة قصيرة مغمضا العينين حزنا أثناء تصوير هذه الأحداث يظهر السلطان سليمان في المسلسل بوضعية ضعيفة أمام النساء غير قادر على السيطرة على شؤون الدولة ويتم التركيز في المسلسل على الحياة الخاصة داخل قصر السلطان حيث تظهر النساء بملابس ثافرة وغير محتشمة يثير هذا الأمر تساؤلات حول المصادر التي استندت إليها كاتبة السيناريو لتصوير حياة السلطان بتفاصيلها ودقتها وما هو الهدف من تركيز المنتجين على هذا الجانب من حياة السلطان من المعتقد أن منتجي المسلسل يحاولون إقحام معلومات يمكن أن تنير الناس بما هو مجهول من تاريخ الدولة العثمانية وتلقي الضوء على المناطق التي لم يصل إليها المؤرخون والكتاب وتخرج إلى العلم ما كان مستورا يبدو أن كاتبة السيناريو قامت بكتابة هذا المسلسل ليس من منظور تركي يفتخر بتاريخه وإنجازاته بل من منظور الاستشراقي حيث قدمت معرفتها لملايين المشاهدين الأتراك والعرب مدعية أنها تكشف الحقائق التاريخية خفية يبدو أن كاتبة السيناريو ومنتج الفيلم والقناة التي بثت المسلسل كانوا مهوسين بأفكار الربح التجاري والمكاسب المادية محاولين جذب أكبر عدد ممكن من الجنهور وخاصة الشباب الذين يفضلون المشاهد المثيرة والوجوها الجميلة وقصص صالحة ولحب ولمغامرات الدرامية تحت هذا الضغط تم تجاهل منجزات هذا السلطان العظيم وامتلأ المسلسل بأحداث وتفاصيل زائفة ومضللة السلطان سليمان القانوني عاشر سلاطين الدولة العثمانية وأشهرهم شهدت فترة حكمه توسعا هائلا للدولة حيث ازدادت مساحتها إلى ما يقرب من ضعف ما كانت عليه في عهد سلفه يصفه المستشرق أرطالون بأنه من بين أعظم الحكام في التاريخ حيث لو قمنا بترتيب إنجازاته حسب الأهمية سنضع في الأسفل فقط حروبه وفوقها الآثار التي خلفها وفي القمة نضع المؤسسات العلمية والقانونية التي سهى لم يكن سليمان القانوني متميزا بين السلطين فحطين فحسب بل كان واحدا من أمجد الحكام في العالم ولذلك فإن العالم الغربي يلقبه بأعظم الألقاب احتراما وتقديرا له كان سليمان شاه المعروف أيضا بلقب الغازي شاعرا يكتب الشعر تحت اسم مستعار وبمشاركته في ثلاث عشر حملة حربية كبيرة حصل على اللقب الغازي اعتلى عرش السلطنة في سن السادسة والعشرين وظل سلطانا لمدة ستان وأربعين عاما حتى عام الف وخمسمائة وست وستين تضعفت مساحة الدولة العثمانية تحت حكمه من 6.5 مليون كيلومتر مربع في عهد والده سليم إلى 15 مليون كيلومتر مربع في عهده كان عهده فترة زاهية شهدت توسعا في حدود الدولة العثمانية وشمل ازدهاره جميع جوانب الحياة السياسية والعلمية والثقافية والقانونية والمالية حيث بلغت في زمانه ذروتها أظهر السلطان سليمان مهارات استثنائية عندما قام بتوسيع قوانين التشكيلات الإدارية التي وضعها سلفه السلطان الفاتح وأدخل بعض التعديلات عليها وصلت جميع الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية للدولة إلى ذروتها في هذه الفترة بالإضافة إلى تحقيق درجة عالية من الدقة والتنظيم في تشكيلات الإدارة للمقاطعات والمناطق من بين أبرز رجال الدولة الذين ساهموا في رفع الدولة إلى قمة عظمتها في هذا العصر نجد الصدور العظام رؤساء الحكومة بيري محمد باشا ولطفي باشا وسوكل محمد باشا ومن بين شيوخ الإسلام المعروفين ذكر زنابيليلي علي أفنادي وكمال بالشازاجة زادها وجوي زاده وبشكل خاص شيخ الإسلام أبي ولسعود أفنادي كان السلطان سليمان متقيا وورعا لا يتخذ قرارا إلا بعد استشارة العلماء والحصول على فتواهم توفي السلطان في معركة زكتور أثناء سفره إلى فينة وتم نقل جثمانه إلى اسطنبول في لال مراسم التشيع اكتشف الحضور أنه وصى بوضع صندوق معه في القبر مما أثار استغراب العلماء الذين اعتقدوا أن الصندوق مليء بالمال رفضوا دفنه تحت التراب حتى يتم فتحه ولكن استغرابهم كان كبيرا عندما وجدوا الصندوق منتلئا بفتاوى العلماء بك الشيخ أبو السعود قائلا لقد أنقذت نفسك يا سليمان فأي سماء تظلنا وأي أرض تقلنا إن كنا مخطئين فيما أصدرنا من فتاوى ترجمة نانسي قنقر